كن رياضيا على أقصى الحدود والتمييز مبدأ الشخص الوادود واحترام الناس أولا يا صديقي فالمبادئ رمزنا منذ الجدود واستعن بالفكر والتركيز دوما لا تهاون يعترين أو جوحود إنا رياضان فضل نحن سني فالحقر رمزنا منذ الجدود إنا رياضان فضلنا منذ الجدود السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم المدرب أحمد بن موسى السليماني والمدرب محمد الكندي رح نقدم استعراض لتكنيك قتالي أو المبارزة الحرة في القتال أو البطولات إن شاء الله رح نقدم تكنيك وهو القياكوزوكي مع المواشق إن شاء الله طبعا التكنيك دائما من بعد الإحماء وتهيئة القسم إحماء العضلات ندخل في التدريب إن شاء الله تكون وضعية القدم على المشت وهنا بزاوية سعينية ركبة كذا تكون الضربة الصحيحة لإحتساب النقطة أو الهجوم الصحيح في وضعية القسم إيتش مع الرقوع مباشرة إيتش ني ليد تمامية تكون فوق لحماية الوقف لحماية أو الدفاع فهيه هقوم مباشرة لحين إيتش قياكوزوكي ورقوع إيتش ني كياي هيا لحين للمدرب محمد إيتش إيت سو بطي إيتش ني إيتش أسرف ني سن تش كياي لحين الضربة اللي بعدها وهي مواشي قري دائما القدم يحتاج تسخين قبل الضربة ومن ثم الدخول في الضربة هذا أحد تسخينات الرقل كزامي مواشي إيتش ني سن الضربة لازم تكون لقدم السفلية مستديرة وضعية الركبة موقهة في المكان الضرب مع ضربة القدم إيتش ني سن ترجع للمكان لحماية نفسك لحين نقوم بالتسخين القدم أول شي وتهيئة القسم إيتش ني سن إيتش ني سن تش محمد إيتش ني سن إيتش 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 الضربة تكون مع القسم إيتش كياكوزوكي دوران القدم الخلفية إيتش مع الرقل مع الكتف إيتش ني سن لتسهيل الضربة ضربة القيام زوكي مع ضربة المواشي قري دوران القدم لتسهيل ضربة المواشي إيتش من نزول إيتش ني الآن ضربة كاملة إيتش ني الآن المدرب محمد راح يضرب يقدم نفس الضربة بدى الرقل عشان وضوح الحركة حركة بطية إيتش ني إيتش كياكوزوكي مع السرعة آه ني آه سن آه تشي آه جوك آه كياي آه جميل كياي كياكوزوكيب ري عس هذه حصة تكنيك واحد من التكنيكات المبارزة الحرة وإن شاء الله في المرات القادمة سنقدم تكنيكات أكثر وإن شاء الله تستفيدوا من الحصة ونشوفكم في المرات القادمة عسى تنالوا بعقاب الحصة يوي كياكوزوكيب ري عس كياكوزوكيب ري عس ري عس يوي السلام عليكم مرحبا بكم في فقرة دافع عن نفسك بنفسك مع المدرب مطر الكندي سوشاركنا حلقة اليوم بإذن الله البطل وسامة الإسماعيلي وكعب أريامي فقرتنا لهذا اليوم وهي كيفية الدفاع ضد ضرب العصى من الأعلى في حال تفاقعك بخصم يملك سواء عصى قصيرة أو طويلة أو سكين أو سيف أو أي آلة يمكنه أن يضربك بها أول ما ترى أن الخصم قد رفع يده إلى دعلا بادر بالهجوم بادر بالهجوم ودع العصى تمر من بين يدي قسمك وقسمه ارفع اليد إلى الأعلى وقم بالضغط على المعصم مع نزوله مع تنزيله إلى الأسفل هيا يملك الآن سيقوم الأبطال بتنفيذها بالعدل اتش ني جو يملك يما طبعا من الممكن أن تنفذ أي حركة أخرى بعد السيطرة على اليد يمكنك كسر العنق يمكنك كسر اليد أو التصرف بما تشاء الآن سنرى الحركة بشكل سريع هجمي يما سنرى الحركة يو تنرياضيا على أقصى الحدود والتميز مبدأ الشخص الوادود واحترام الناس أولا يا صديقي فالمبادئ رمزنا منذ الجدود واستعن بالفكر والتركيز دوما لا تهاون يعترين أو جوحود إن لليابان فضل إن تسني فالكاراتي رمزها منذ الجدود فأخذنا منهم كل جديد كالهجوم والدفاع والصدود كالهجوم والدفاع والصدود كالهجوم والدفاع والصدود